في تطورات الحرب الأوكرانية قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا هاجمت قطاع الطاقة الأوكراني بنحو 34 صاروخا من مختلف الأنواع يوم أمس واستهدف منشآت الغاز المهمة لإمدادات الاتحاد الأوروبي من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 17 مسيرة أوكرانية في غرب البلاد مضيفة بأن تسعة منها أسقطت فوق منطقة بريانسك الحدودية بين البلدين كما أسقطت ثلاث مسيرات أخرى فوق كورسك وبالجرود وكالوغا موسيقى 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 شكرا